الحديث أكثر حول تدولات السوق ينضم إلي من الرياضة الدكتور عبدالله بعشر رئيس مجلس إدارة شركة تيم ون للاستشارات أهلا بك معنا دكتور وشكرا على وجودك اليوم هذه الارتفاعات فوق مستوى 7700 نقطة وإن كنا لم نحافظ عليها حتى نهاية الجلسة إلى أي مدى يمكن اعتبارها بداية ارتداد حقيقي لاتجاه صاعد للسوق مساء الخير مئيسة والمشاهدات والمشاهدين الكرام بالسيم بي سي ما في شك أن أعتقد أول حاجة إن شاء الله فالك أخضر وفال السوق يعني لو نظرنا إلى المؤشرات سنجد أنها قد نستطيع أن نقول أنها تدينا إشارات إلى أننا سننطلق أو نبتعد عن هذا الوضع من أهم هذه المؤشرات اليوم لو لاحظت نسبة الشراء 50% تقريبا فبالتالي تعادلت الشراء والبيع وهذا يدل على ماذا؟ يدل أن الهلع والخوف بدأ يخف عندما يخف الهلع والخوف هذا نتائجه طيبة الشيء الآخر والمهم هي أن الدول بدأت تستخدم سياسات مالية الصين بدأت تستخدم عملية ما يسمى بالتيسير الكمي عملية الفتح للبنوك الأجنبية للعمل في اقتصادياتها عملية تخفيض عملتها الولايات المتحدة كما تكرم الزميل في الأستوديو من لندن قبل شوي جميع المؤشرات تؤدي إلى أن الاقتصاد قوي منطقة الخليج اللاعب الثالث يعني هنا عندنا ثلاث لاعبين مهمين الولايات المتحدة الصين ومنطقة الخليج منطقة الخليج البروك المركزية قبل يومين البنك المركزي السعودي اليوم البنك المركزي العماني يأكد ارتباطه بالدولار صحيح بالرغم من الضغوط اللي عليهم على موازنتهم زي ما أشار كبير مستشاري البنك الأهلي الضغوط كبير على موازنة هذه الدول نتيجة لعملية الخفاظ الإرادات نتيجة لارتفاع تكاليف الحرب في اليمن نتيجة لعملية التذبذب لكن نظرة عامة في نقطة مهمة جدا وهي أن السوق من الناحية الفنية إذا استمر على 7676 هذا هو الرقم المنتظر لفترة معينة إذا استمر عليه فالسوق سيبدأ يعكس توجه طيب الارتداد بالنسبة للسوق للمنطقة الخضراء هل سيوافق ارتداد لمستويات الأسهم بنفس الوتيرة دكتور عبدالله وخصوصا يتحدثنا مرارا بأن كثير من الأسهم وصلت إلى القيعان مع هذا الهبوط الحادي الذي أصاب السوق فهل سرعة الارتداد أيضا للأسهم ستكون بنفس السرعة التي يرتد فيها المؤشر لمستوياته الحقيقية الارتداد طبعا يتبعوا ارتداد للشركات ارتداد للمحافظة الخاصة لو تتذكري الأسبوع الماضي احنا كنا نقول ابقى على توازن ابقى على سيولة الآن العكس طالما عندك ارتداد لو قارننا بين ارتداد الخميس اليوم وارتداد الخميس الماضي سنجد أنه فيه فرق في الخفاض بدل 350 نقطة اليوم يكفر على 270 معناه بدأ الارتداد ارتداد منطقي وليست ارتداد أفقي نازل إلى تحت بسرعة لأنه عندما ينزل بسرعة يرجع مرة ثانية إلى نفس التوجه هذا شيء مهم إذا ارتدت الأسواق وبالذات ارتدت النسبة بين الشراء والبيع ارتدت عملية السيولة بدأ المؤشر يتوازن من ناحية حجم أو تذبذوبات النقاط التي تضاف أو تخصب في خلال الفترة الزمنية الأسبوع سنجد نعم أنه نحن الآن نبدأ في التوجه الفترة الجاية القريبة جدا الأسبوع القادم ستكون هناك ذبذبات عالية فعلى المتداول أن ينتبه إلى بهذا النقطة التذبذب مرتبط بالتدخلات التي ممكن نشوفها من الصين اليوم نحن بترقب أي تدخل من الصين دكتور عبدالله لحماية الأسواق على الرغم من أنه شفنا كما ذكرت خطوة دخل 21 مليار دولار ويمكن السوق لم يستجب أو لم يستوعبها في ظل الإجراءات الكثيرة التي تتخذها الصين هل سيكون مرتبط فقط بالصين هذا التذبذب؟ التذبذبات ستكون لها تأثيرها من ناحية السياسات المالية التي تتبع في الثلاثة الدول أو في الثلاثة اللاعبين أو في الثلاثة المناطق الرئيسية أمريكا، الصين، منطقة الخليج أمريكا سعر الفائدة مهم جدا من الناحية النفسية الآن يجب أن تقرر البنك المركزي هيستمر ومتى بس بيانات الجي دي بي هلأ اللي طلعت قبل قليل أشارت إلى أنه فيه تحسن واضح بالاقتصاد يعني بـ 3.7 فأكيد هذا عم يعزز الرؤية بأن الرفع الأسعار الفائدة قد يكون خف ضغطه على الأسواق قد لا يكون ليس فيه صالح الاقتصاد وبالتالي ليس فيه صالح التصدير لأنه حيعمق من مشكلة التصدير للولايات المتحدة والولايات المتحدة لا ترغب أن تفقد أسواقها الشيء الآخر والمهم سعر البترول اليوم فيه مؤشر جيد في سعر البترول صار فيه خفاض المخزون بحوالي 500 مليون لازال الفائض موجود فإذا فيه بدأ الآن نوع من الريبالانس النوع من هذا وانت قبل فترة أو قبل ساعات كنت فيه برامج نفط أشرته إلى هذا الاقتصاد أو السوق هو حزمة وليست مفردات طيب فيه تقرير صدر أخيرا لموديز يتوقع ضعف صناعة الثاني أكسيد التيتانيوم ويمكن عودة الانتعاش يتوقع على المدى القصير دكتور عبدالله وأن الانتعاش لأسعار التيتانيوم قد تكون مع مطلع 2017 للرغم من أنه تحدثنا كثيرا بأن أسعار التيتانيوم يمكن وصلت للقاع خلال الفترة الماضية هذا التقرير كيف رح يكون انعكاسه على شركات البتروكيمويات وأيضا تعميق يمكن التراجعات التي شهدها قطاع البتروكيمويات التقرير هذا اللي أحطيه ما يسا مبني على حاجتين عملية السلع والمواعد الخامس سواء كان بترول سواء كان ذاب سواء كان التيتاتيوم زي ما تكرمتي أو عملية التعديلات المالية فبالتالي لازمنا في فترة تذبذب عدم وضوح إنما المؤشرات الاقتصادية بتدفعها فبالتالي السوق لا يتحمل أو الاقتصاد لا يتحمل إلى تدخلات شديدة يتحمل إلى تدخلات بسيطة ثم ريب بلانس مرة ثانية إعادة التوازن له وهذا أنا أعتقد البنوك المركزية وبالذات المؤثرة الولايات المتحدة والصين في تحركاتها شكرا جزيلا لك دكتور عبدالله بعشن رئيس مجلس إدارة شركة تيموان للاستشارات كنت معي من الرياض